منتج الحوت هو أحد مصائد الشباب في محافظة الحديدة إذ يتميز بجماله في المظهر الخارجي لكن محتواه مسموم ومن مسببات السرطان بشكل متسارع يقبل عليه المستهلكون وأغلبه من فئتي المراهقين والأطفال مؤخرا أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس تحذيرات عدة لهذا المنتج الذي أكدت وجود مواد مسرطنة فيه وحذرت من خطورته لم يدرك الآلاف من المصابين بأمراض السرطان والذين يترددون على هذه الوحدة العلاجية الوحيدة بإقليم اتهامه بأن غالبيتهم أصيبوا نتيجة تعاطيهمهم أو آباؤهم لهذه المنتجات المحلية الصنع منها أو المستوردة إذ يعد هذا النوع من المخدر البسيط الذي يستمتعون به لدقائق سببا لتستحيل حياتهم لاحقا إلى سنوات عجاف من الأمراض والمعاناة هذا المنتج أكدت الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأنه من المنتجات الضارة والتي قد يؤدي مستقبلا إلى حدوث مضاعفات وأورام سرطانية وأورام الأمراض الرئة تتعدد الأصناف وتختلف التركيبات لكن يبقى الأثر واحدا فالنهاية الحتمية هي الوقوع في أسر الإدمان وتأثيراته على صحة الفرد وتفكيك الأسرة الذي يدفع إلى الالتحاق بقصد أو بدون قصد بعداد موتى جرع المخدر المسمومة اشتركوا في القناة